في اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تواجد أمني كبير حضور للمستشارين والصحفيين وغياب للمرشحين أو من يمثلونهم لم يتقدم أحد واللجنة مستمرة إن شاء الله لغاية يوم 14-10 في استقبال كل من يرغب في تقديم طلب الترشح الأيام الماضية شهدت إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية بعد حصولها على التوكيلات المطلوبة بالإضافة إلى تسكية أغلب أعضاء البرلمان من الأحزاب المؤيدة رؤساء أحزاب الوفد والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي أعلنوا نجاحهم في الحصول على التسكية المطلوبة من أعضاء البرلمان لخوض الصباق الرئاسي فيما تستمر محاولات النائب البرلماني السابق أحمد تنطاوي ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل للحصول على التوكيلات من المواطنين الطيار المدني الذي يضم 12 حزبا معارضا عبر عن انتقاداته بسبب المضايقات التي تعرض لها بعد أنصار المرشحين المعارضين قابل كل الوعود التي سمعناها عن أنه سيكون فيه انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة اللي بيحدث على الأرض هو ما يشبه من محاولة مسبقة لجعل عملية إصدار التوكيلات مستحيلة طبعا الأستاذ أحمد تنطاوي أعتقد حملته وأورادت الكثير من الفيديوهات الخاصة بتلك الانتهاكات تعدد أسماء المرشحين المحتملين وتنوع مرجعياتهم السياسية والاقتصادية قد يكون دافعا لنزول المصريين إلى صندوق الاقتراع أتصور أن الانتخابات ستختلف عن المرة السابقة ستختلف من حيث المشاركة ستختلف من حيث الحضور والتفاعل السياسي وأيضا أتصور أن سيكون هناك انفتاح الشارع المصري بدأ مهتما بتطورات المشهد الرئاسي ومفضلا انتظار الكشوف النهائية للمرشحين والتعرف على برامجهم لا سيما فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية أنا بطلب من الرئيس القادم أن يزبطنا الأسعار الأسعار الجاية والغيلة والحاجة ويزبطنا الاقتصاد بتاع مصر أين كان هو الرئيس القادم من القوى المدنية أو الرئيس الحالي اللي هيكمل معنا الملف الاقتصادي وحتى يوم الربع عشر من شهر أكتوبر الجاري ستبقى الأنظار متجهة إلى هذه القاعة للتعرف على هوية المرشحين المحتملين لرئاسة مصر وبعدها بأيام سيتم الإعلان عن من تم قبول أوراقه ومن تم رفضها ليبدأ بعدها فصل جديد من فصول السباق الرئاسي في مصر أحمد عثمان الحدث القاهرة ترجمة نانسي قنقر